لأن السمصار الذي يصفق السلعة بأجوة معلومة لا يدفع مالا لكي يكون سمصارا ولا يشتري سلعة لكي يكون سمصارا وهذه الشركات تشترق أن يشتري سلعة ليكون سمصارا وهذا شرط باطل يفسد العقدة ويجعل معاملة محرمة شرعا لأنها دخلت بهذا الشرط في الغضر وحرم شرعا فقد يشتري سلعة ثم لم يتمكن من الاتيال بالعدد المطلوب فلا يأخذ شرعا ولو ألغت الشركة هذا الشرط فتقول كل من يأتي بمشتري يأخذ عليه عمولة وإن لم يشتريه لصحة المعاملة وانتفى الغر فقد رضى مسلم في صحيحه في الحديث الثالث عشر بعد الخمسمائة وألف عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغر فإن قيل هذه العمولة هبة من الشركة بالعميم أي هذية والهبة جائزة شرعا بل قد حف عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب يقولون حثا أن يوسع صلى على الهبة في قوله تهادو تحب فالجواب هذا حديث صحيح أو قد حسنه بعض أهل العين ولكن لكي تكون الهبة صحيحة شرعا لا يشطرط على من يهدى إليه أن يدفع شيئا أو أن يشطري سلعة مقابل الهدية فيمشطرط عليه ذلك كان العقب فاسدا وهذا ما يحدث في هذه الشركات فإن قيل هذه وكالة بأجر وهذه المعاملة صحيحة شوعة فالجواب نعم الوكالة بأجر صحيحة شرعا بشرط أن لا يشطرط على الوكيل أن يدفع شيئا ولا أن يشطري سلعة ليكون وكيلا فإن حدث هذا الشرط كانت المعاملة كانت الوكالة باطلة شرعا والمعاملة محرمة شرعا والخلاصة لكي يكون عمل هذه الشركات المذكورة صحيحا فعليه بأمرين العمر الأول لا يشطرط في العبيل أن يشتري سلعته بل كل من جاء بمشتر فله الحق في العمولة المقربة سواء اشتره أو لم يشتري الشرط الثاني أن يكون ثمن السلعة غير مغاين فيه وإنما يكون مقاربا لثمن السلعة في السوق بهذه الشرطين فقط تتحول هذه الشركات إلى شركات حلال شرعا شكرا